في الوصفة الجمالية يا أترا اليوم مشاهداتنا أوفياءنا يعني متابعينا أوفياءات الفتنة والهدرة تنموا الوصفة اليوم مزيد مليحة اليوم جبت لكم بديل الليزر زيت طبيعي بديل الليزر ماذا يدير هذا بديل الليزر؟ جبت لكم اليوم زيت السعد باش تعارفوه وزيت السعد هادية وش تدير تعمل على إضعاف بوصيلات الشعر يعني باش فاعدون فهمتوش بيا وصفتنا اليوم هي كيفاش نتخلصوا من الشعر وننزغب الشعر ولنقدرو كذلك نعطلو في نمو الشعر عباكم بدوكاوب كثير في خارجة ولو النساء يحبو يديرو اللازير باش يتهناوا من كما نقولو الشعر تاع الجسم ولا الواجه اذا اليوم انا جبت لكم حاجة طبيعية وكين يقولوا لي بليك ويسيلا نخافو كين يديرو اللازير وحطوا درهم كبار لكن ما ننجحش لكن بمجرد انو كما قلت لكم منديرو الليبيلاسيون مش نديرو نجيبو نشريو زيت السعد لكن فقط لازم تكون حرة كما يقولو اذا هنا عندي زيت السعد كيمارا كيفاش نستعملوها كذا راح تتساءلو اولا سيدتي لما تستعملي الليبيلاسيون وش تديري هنا نديرو اللي حكمو يعني البشرة لازم يكونوا يعني نحينا الشعر بالحلاوة ماشي بالشفرة ولا بلا بومات لانو علاش هذيك الشفرة ولا 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 كخيم راح تقطع لنا الشعر فوق البشرة فبتالي عندهم نفس العمل اذا هنا كي بقيت لكم نحيو الشعر بالحلاوة من بعداتيك واش نديرو مباشرة نجيبو هكدا شوية تعزيت السعد هذيك ونطليه مباشرة فوق البشرة يعني ندخلوها مليح 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 حتى تدخل في المسامات اوكي وتتغلغ الداخل باش هكدا كي ما قولو تدعفنا بوصيلات يعني اللي غاسين تعال الشعر تولي تدعفهم يعني هكدا يعني اللي عندهم مشكلة تاع الهرمونات ولي عندهم مشكلة تعال الشعر يعودين نبت بالخف كي نديرو زيت السعد خلاص يعني تتهنو من الشعر نهائيا خاصة العرايس على بالي قاعدكم هذي المشكلة معليكم قرد شروزيت السعد والله غر تدعو لي لانو شوفوا قاسما بلا راكو راح ين تتهنو يعني على ضمانتي من الشعر نهائيا كل ما تنحيوا بالحلاوة دلكوا لابوتعكم بمباشرة لما نغسلوها بالماء باش نتفاهموا شو كالابوتعكم تكون سخونة تكون عندكم زيت السعد ونبدون ونطليوا على البشرة تعنا مليحة حتى تدخل ونخليوها أولا وش حدير زيت السعد راح تفتح لك البشرة ديالك لجا نشوفي وش حال تربحي كذلك راح تكون حد لون البشرة ديالك كذلك ترتب البشرة ديالك وفي نفس الوقت هنيك من هذيك الشعر يعني ما زيجي عاودي يخلف إلا كانت نحي من نايا ينضلك في سمانة ولا 15 يوم راح ينضلك على الشهر وهي راح حتى وين خلاص يعني لغاسين اللي ما عندهاش القوة باش تدفع الشعر يطلع للأعلى إذا كيما قلت لك سيدتي ما عليك غير بزيت السعد باش تتهني من الزغب ولا من الشعر تعالي الجسم حتى في الوجهة في أي منطقة تقدري تستعملها آمنة جدا لأنه نبتة السعد هذه بالدات يعني مفيها يعني نسبة كبيرة من مضادات الأكسادة وعلى هذيك النسبة الكبيرة هي اللي كيما قولوا تتخلي شعر تأشرة تعنا ما تعاودش تنوض بالخف وخاصة يعني السمروات يقول لك احنا عندنا بزيف هذي المشكلة يعني مشاعرين بزيف على اللي واحدة اللي تكون مثلا بيضة ولا وكياني لعكس كذلك خليقة هادية ما عليك غير بزيت السعد سيدتي وكذلك كيانا حاجة ما تنسيش ما تنسيش توجوغ استعملي الحلاوة نيك خام نيك خام نيك خام نيك شفران نيك حاجة وحدة اخرى زيت السعد قلت لك هي بديل الليزر كيما كيان بديل البوتوكس انا اليوم جبت لك زيت نبات السعد وهو كيما قلت لك بديل الليزر الطبيعي نالا جميل جدا وسيلة شكرا بك زدي لي هذي تعجميل جدا خرج جعله